أول سؤال عندنا من السيد أمين عشري بيقول مراتي عندها وسواس على طول الوقت بقى لها ستة شهر أعمل إيه؟ وكأن السؤال جاي تماما على حلقة النهاردة هو بيقول أن الوسواس عندها من ستة شهر هو طبعا لازم نعرف الوسواس إلى أي مدى وصل إليه لأن في بعض الأحيان بيبقى الوسواس دات محتاج أن احنا نستشير طبيب على أن في بعض الأحيان إذا وصل الإنسان إذا وصل الوسواس إلى الوسواس قهري يبقى محتاجين ده لكن خلينا أقول لحضرتك ثلاث إجراءات والثلاث إجراءات أقولها لحضرتك بشيء من التفصيل الإجراءة الأولاني هو عدم الاستجابة للوسواس لازم نقول لها كده أنت ما تستجبيش للوسواس ده يعني إيه ما تستجبش للوسواس ده؟ يعني لما يجيبها الأفكار دي سواء بقى كانت الأفكار بتتعلق بالطهارة فتحس أن المكان اللي هي فيه ناجس أو النجاسة دي منتشرة أو الحاجة دي ما ينفعش أن احنا نلمسها لأن هي ناجسة لما يكون الحالة دي كده لازم ما تلتفتش لده يبقى أول علاج من علاجات الوسواس هو عدم الالتفات وكأن ده العلاج ده علاج بالتخلية أن أنا أخلي نفسي من هذه الوسواس ما لتفتش لهذه الوسواس لأننا لو لتفت لها الوسواس بطبعه متسلسل الوسواس بطبعه متسلسل ولازم نعرف أن الوسواس ده مش من الشيطان الوسواس ده مننا إحنا الوسواس ده جاي من النفس فلازم أقطع تسلسل هذا الوسواس إزاي أقطع تسلسل هذا الوسواس أن أنا ماستجبش دي بأول حاجة ماستجبش الوسواس تاني حاجة أنا لازم كمان بشكل واضح ما سيبشي نفسي فراغ كبير في أوقات عملي يعني مثلا على سبيل المثال أنا خلاص توضيت بدل ما سيب نفسي أتؤسس في الوضوء أروح داخل على طول في الصلاة يبقى ما سيبشي فراغ ما بين الوضوء وما بين الصلاة عشان الوسواس ما يشتغلش يبقى خلاص أردم المنطقة الفراغ اللي هي بينشط فيها الوسواس وأدخل مباشرة في العمل يبقى على طول أدخل في الأعمال ولا أنتظر يبقى الوسواس عدوه عدم الانتظار أن أنت تبادر يبقى أول حاجة أن أنت لا تلتفت لا تلتفت لهذا الوسواس تاني شيء المبادرة أنك أنت تبادر على طول تالت حاجة بقى الزكر واحد يقول لي طب أنت قلت الزكر ليه في الآخر لأن في كتيم من الناس تروح وي بتعالج الوسواس تعمل الزكر فيبقى الزكر وهو بيعمله ساعة بينشط الوسواس قال لي إزاي الكلام ده لأنه بيعمل الذكر دوت لمعالجة الوسواس فيبقى يتوسوس ويذكر يبقى هو أيه اللي حاصل فبقى الوسواس كمان الذكر بيدعمله حكاية الوسواس يبقى يعمل إيه ببساطة خالص يذكر يذكر الله سبحانه وتعالى ومش ينشغل بذكر الله يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى ويدخل في حضرة الله ويدخل في أمان الله ويدعو من كل هذا عندنا هو الثلاث حاجات اللي يعملها عشان ياتلك الوسواس أول حاجة ما يلتفتش للوسواس تاني حاجة ما يتركش فراغ في وقته ولا في يومه يبادر الأعمال مباشرة تالت حاجة يذكر الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الذكر اللي يطيب القلوب هو الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو ما عندوش صيغة للصلاة يولي الصيغة دي اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغاء وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله يا رب دايما خلينا مع حضرة النبي ومع ذكر والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم